اتهم جيش السوداني قوات الدعم السريع بخرق الهدنة المعلنة أمس ولمدة ثلاثة أيام وأوضح الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع قصفت بشكل عشوائي محيطة القيادة العامة وأطلقت نيرانها في المناطق المحيطة بمطار الخرطوم وحي المطار السكني ومناطق في بحري وأم درمان على صعيد آخر قالت وزارة الداخلية السودانية أن قوات الدعم السريع اقتحمت خمسة سجون من بينها سجن كوبر في العاصمة الخرطوم حيث كان يجرح تجاز الرئيس السابق عمر البشير ومسؤولين كبار آخرين وأنها أطلقت سراحة جميع النزلاء هذا وأوضحت القيادة العامة للجيش السوداني أن البشير لا يزال في مستشفى عسكري تحت حراسة الشرطة القضائية التي كان قد نقل إليها قبل بدء المواجهات